التكتيك هو أن تعرف ماذا تفعل عندما يكون لديك شيء يجب أن تفعله أما الاستراتيجية فهي أن تعرف ماذا تفعل عندما لا يكون لديك شيء يجب أن تفعله سافيلي تارتاكوفر أهلا وسهلا فيكم بقناتكم أحلى مواقف شطران جماعكم إياد رضوان رح نشوف بها الفيديو مباراة جميلة لللاعب الأسطوري تارتاكوفر هو لاعب فرنسي آخر جنسية يمكن حصل عليها من فترة 1920-1930 وهو من أبرز المؤلفين ومدربي الشطرانج كتبه لحتى الآن تحظى بشعبية كبيرة ولحد الآن في قسم منا كبير عملة بي دي ايف وتدرس لحد الآن فتتمتع بقيمة علمية كتير كبيرة فخلينا نشوف هالدور اللي بيحكي لنا شوي عن الصراع بين التكتيك والاستراتيجية على رقعة الشطرانج هالدور تم لعبه عام 1934 بين كراوس بالأبيض وتارتاكوفر بالأسود وبلش اللاعب الأبيض بي دي فور فرد اللاعب الأسود تارتاكوفر بي ايف فايف وطبعا ايف فايف الدفاع الهولندي هون في عنا عدة خيارات للأبيض ممكن يلعب الجي ثري ممكن يلعب عادي النايت سي ثري وممكن يلعب السي فور ولكن هون اللاعب الأبيض اختار تفريع شرس جدا ولعب الاي فور هاده بسموه جانبيت ستاونتون او شتاونتون فرد اللاعب الأبيض تارتاكوفر ايف تيكس اي فور والآن فكرة اللاعب الأبيض طبعا انه يطالع لحصان ويهدد هاد البيدة ويكسب يسترجع الجندي مع افضلية بالانتشار ولكن اللاعب الأبيض تابع بجانبيت اكتر شراسة واكتر عدوانية ولعب الاف ثري هلا طبعا اذا اللاعب الاسود اكل رح يأكل بالحصان ورح يكون في عنا تعويض مادي هو الانتشار وحريط حركة القطع الابيض ولكن هون تارتاكوفر ما لعب اي تيكس ايف ثري وانما لعب الدي فايف لحتى يحمي هاد الجندي فرد نايت سي ثري طبعا هون لزياد ضغط على البيدة اي فور بحيث انه صار مهدد بقطع تين فرد الاسود نايت اف سيكس متل ما انك شايف رجع حما هاد البيدة فرد الابيض البشوب على جي فايف فات مهدد انه يكسر هاد الاحصان المدافع عن هاد البيدة وبالتالي يرجع ياخد البيدة متل ما شايفين فرد بشوب اف فايف بحيث انه يحمي البيدة بقطعة اضافية بحيث انه ازا اخد الاحصان المدافع رح يكون في عنا قطعة اضافية كوين دي تو لتطوير الوزير نايت سي سيكس والان البشوب على البي فايف من اللاعب الابيض لحتى يربط هاد الاحصان اي سيكس اف تيكس دي تيكس والان اللاعب الابيض عنده عدة افكار ممكن يكفي انتشاره بالنايت على ال اي تو وبعدين تبييد قصير او ربما تبييد طويل ولكن هون اللاعب الابيض متل ما شفنا اسلوبه باللعب من بداية الدور لعب عدواني فراح يبلش بعدوانية ويلعب دي فايف على امل انه يفتح الوسط على الملك اي تيكس دي فايف وبشوب تيكس اف سيكس طبعا هون اللاعب الابيض شاف فكرة رح يلعب عليها استراتيجيا طبعا ولكن هون كان لازم يلعب النايت على ال اي تو او يبيد تبييد طويل لازم يكون يحصن وضعه يحصن ملكه قبل ما يلعب فكرته الاستراتيجية وهي الهجوم على الملك اذا بشوب تيكس اف سيكس كوين تيكس اف سيكس والان النايت على الدي فايف بياخد البيدأ وبيهدد الوزير ومثل ما شايف بيهدد البيدأ سي تو هون طبعا مع شوكي على الملك والالعاب ولكن مشكلته انه رح يترك هاد الجندي على البيتو طبعا مسألة تكتيكية لازم بدأ حساب دقيق لحتى يعرف اللاعب الاسود واللاعب الابيض هل رح تكون عملية ناتجة عن هالتفريع هاد ربح او خسارة فاللاعب الاسود بيقرر انه يدخل فيه بعد حسابات عميقة وبلعب كوين تيكس بي تو ومهدد الالعاب فهون اللاعب الابيض نايت تيكس سي سيفين كيش وطبعا متما شايف الوزير مانع الملك انه يقترب هون من الحصان فالملك رح يروح على الاف سبعة والان بيشوب سي فور كيش وبيبدأ اللاعب الابيض بمطاردة الملك الاسود الكنك على جي سيكس والان متل ما شايف اللي يعني مبدئيا الملك الاسود بامان ومهدد الالعاب فعلى ما يبدو انه الحسابات ما كانت دقيقة في صالح اللاعب الابيض فالان نايت اي تو وبيضحي بالالعاب وبيضحي بالالعاب التاني فهون تارتا كوفار بيقبل هالتضحية وبياخد كوين تيكس اي وان كيش فالملك على الاف اي تو والان شو بصير اذا اخذ الالعاب التاني خلينا نشوف اذا اخذ الالعاب التاني الحقيقة رح يتمكن اللاعب الابيض هون الحصول على التعادل لانه رح يصير في عنا كيش مستمر مثل نايت اف فور كيش الكنك لهون مثلا النايت اف دي كيش والكنك مثلا الاف سيفن فنايت اف سيكس كيش وهيك رح يصير في عنا تعادل بالكيش المستمر ومهما حاول الملك انه يهرب من الكيش ما رح يقدر له سبب وجود اربع قطاع قريبة فاذا منرجع لهالموقف هون تارتا كوفار ما اخذ الالعاب ولعب بيشوب سي فايف كيش الملك راح على الجي ثري والان كوين اي فايف كيش منرجع هون الافضل هون انه ياخذ الالعاب طبعا ليش هلأ صار الافضل انه ياخذ الالعاب هلأ منشوف بسبب انه نشط اطعة نشط فيل هذا الفيل رح يكون له دور مهم هلأ لازم بس عكل حال اللاعب الاسود يكون حذر او اي لاعب يكون حذر اذا بده يحط وزيره بالزاوية مثل هيك خصوصا بوضع مكشوف وملكين خارج الحصن خارج وضع الامان فالذلك تارتا كوفار فضل انه يلعب على الامان وما يلعب هين نقلي طبعا هون ما عد في عنا مشكلة ليش لانه اذا لعب نفس السيناريو السابق بفكرة الكيش المستمر ان اف فور عادي الملك على ال ايتش سيكس والان اي كيش بالكشف رح يكون في عنا ال اي سري متل ما شايف هاي ال اي سري حيدت وزير اللاعب الابياض رح يرجع الاسود ياخد المبادرة بفضل وجود هاد الفيل متل ما حكينا منرجع فاتر تا كوفار الحقيقة ما حب يدخل هالخط ويحط وزير على الزاوية وانما قرر انه يلعب نقلة المنطقية كوين اي فايف كيش ومتل ما شايف اللاعب الاسود بلش بدوره بمحاصرة الملك الابيض وملاحقته ومطاردته والان ان اف فور كيش والملك على ال ايتش سيكس وهون اللاعب الابيض استسلام لانه ما عنده اي شي فمتل ما شايف هالحصان مربوط والالعاب عيدة والفيل ما في عمل شي وحتى اذا بده ياخد مثلا الالعاب رح يكون عنا ضغط كبير على اللاعب الاسود والتفوق مادي كتير كبير فلزلك ما في امال من هالموقف وفلن الكمبيوتر بعطي افضلية كتير كبيرة فاستسلام اللاعب الابيض كراوس هذا هو كان دور دور قصير فشكرا للمتابعة نلتقي مجددا باذن الله والسلام عليكم ورحمة الله